السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم هاشتاك فهمني ومع برنامج الكيمياء للصف الثالث الثانوي والنهاردة نشرح الجزئية مهمة جدا بتلغبط الطلبة ما بين الخلايا الإلكتروليتية والخلايا الجلفانية فخليكم معنا ان شاء الله النهاردة شباب هنتكلم على فكرة الأنود والكاسود الاختلاب بينهم في الخلايا الجلفانية والخلايا الإلكتروليتية في البداية هنتعرف على حاجة اسمها نقطة الاتفاق دايما شباب الأنود هو اللي بيحصل عنده أكسادة خلي بالك إن الأنود هو دايما الذي تحدث عنده أكسادة سواء أنت كنت في خلايا جلفانية أو خلايا إلكتروليتية سمع حد بيقول لي أنا مش فهم يعنيه خلايا جلفانية أقول له والله الخلايا الجلفانية والخلايا الإلكتروليتية هنشرحها بالتفصيل في مرة تانية لم يمنعش ان انت تتعرف معي ان الخلايا الجيلفانية هي اللي بتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية والخلايا الالكتروتية هي اللي بتحول الطاقة الكهربائية الى طاقة كيميائية يعني محتاجة الى بطارية الخلايا الالكتروتية تحتاج الى بطارية اما الخلايا الجيلفانية فدي بتتم بشكل تلقائي يعني الاكتدة فيها والاختزان مش محتاجة فيها بطارية دي مقدمة بسيطة لكن خلينا نرجع موضوعنا ان انت عندك دايما الانود هو اللي بيحصل عنده الاكسادة. ودايما الكاسود هو اللي بيحصل عنده اختزال. لكن برضو الطلبة عادة التعرف على ايه الاختلاف بين الانود في الخلايا الجيلفانية والخلايا الالكترويتية. والاختلاف بين الكاسود في الخلايا الجيلفانية والخلايا الالكترويتية. بص يا شباب. الانود بيكون في الخلايا الجيلفانية هو الفلز الانشط. الخلايا الجيلفانية بيكون الانود هو الانشط. اما في الخلايا الالكتروتية فممكن يكون الانود هو هو نفس الكاسود في الخلايا الالكتروتية وممكن يكون الاقل نشاطا يجب بالتالي الخلايا الالكتروتية تعاكس الموضوع في الخلايا الالكتروتية شباب بيتعاكس الموضوع يعني الفلز الانشط هو اللي بيحصل عنده اختزال والفلز الاقل نشاطا هو اللي بيحصل عنده اكسادة ده بسبب ايه بسبب ان انت اللي بيتحكم في التفاعل ده بطارية البطارية هي اللي بتخلي الانشط بدل ما كان هيفقد الكترونات هيكتسب الكترونات وبدل ما كان الاقل نشاطا هو اللي هيكتسب الكترونات يبتدي يفقد الكترونات وممكن في الخلايا الالكترويطية ما يكونش فيه فلزة انشط وفلزة اقل نشاطا ممكن يكون هو هو نفس الفلز والبطارية هي برضو اللي بتتحكم فيهم فبتخلي نفس الفلز مثلا لو عندك فضة وفضة بدل فكرة الاقل والاقصى نشاطا ممكن يكون هو هو نفس الفلز لكن في الخلايا الجلفانية لانها بتتم بشكل تلقائي فالفلز الانشط هو اللي بيفقد الالكترونات والفلز الاقل نشاطا هو اللي بيكتسب الالكترونات وبالتالي في الحالة دي الانود هنا بيكون سالب لانه هو مصدر الالكترونات والكاسود بيكون موجب لانه هو تص الالكترونات اما الانود يا شباب في حالة الخلايا الالكتروناتية فبيكون موجب لانه هو مش مصدر الالكترونات ده بيكون الالكترونات جاية له من بطارية بتكون البطارية مصدر الالكترونات مش هو مصدر الالكترونات المهم كده اللي اطلع به ان الانود في حالة الخلايا الجلفانية بيكون سالب انه هو مصدر الالكترونات لكن بيكون موجب في حالة الخلايا الالكترونات لان الالكترونات بتكون مصدرها هو البطارية مش الانود كده الخلايا الالكتروناتية ممكن تكون في لز الانشط هو اللي بيحصل له اختزال وفي لز الاقل نشاطا هو اللي بيحصل له اكسادة لان هنا مش مبنية على فكرة التلقائية ولكن بتكون مبنية على فكرة ان في عندك مصدر خارجي اللي هو البطارية اللي بتحكم في اللي مين اللي يحصل له اكسادها ومين اللي يحصل له اختزال مش فكرة ان انت انشط فيحصل لك اكسادها ولا فكرة انت اقل نشطا فيحصل لك اختزال زي ما كان الكلام ده حاصل في الخلايا الجلفانية. يبجي هنا الخلايا الاكتروتية المتحكم هو البطارية. الوصل بالجوز الموجب في البطارية هو اللي هيكون الانود واللي هتوصل بالجوز السالب هو اللي هيكون الكاسود بغض النظر عن انت انشط او اقل نشاطا وبالتالي ممكن يكون نفس العنصر هو هو وجزء هيفقد الكترونات وجزء ايكتسب الكترونات جزء هحكم عليه بانه انود وجزء هحكم عليه بانه كاسود بسبب ان اللي اتصل بالقطب الموجب في البطارية زي ما انتخطب فيه فيزياء هو اللي هيتسمى انود ولا يصب الجزء السالب هو اللي هيتسمى بكاسود. هي دي فكرة خلايا الالكتروتية. حاجة اخيرة العامل المختزل بيتسمى لاي مادة يحدث عندها اكسادة. العامل المختزل ده اسم لاي مادة يحدث عندها اكسادة. يبقى انا كده اقدر اطلع بفكرة ان دايما دائما الانود دائما الانود يحدث عنده اكسادة. يحدث عنده اكسادة. وهو هو اللي هيتسمى ايه عامل مختزل. لان العامل عكس العملية. ودايما يا شباب الكاسود هو اللي هيحدث عنده اختزال. وبالتالي هيتسمى بايه? بعامل مؤكسد. عامل مؤكسد. شكرا لكم ورحوش نستمع وتابعونا في فيديوهات القادمة والسلام عليكم الله وبركاته. اشتركوا في القناة